اذا مشاهدي شفتيفي تحية طيبة جميع متبعين. كان حيكم من دين توجده وحنا كانت واجدوا الضبط بحي اه الجوهارة. اذا اول حاجة ان لله وانا اليه اه راجعون تعزينا اه الحارة لعائلات المرحومة كانت واجدوا يعني في منزل كما كتشافوا معنا اللي في الخيمة كان استنفار امني هنا فهد صباح يعني وفاة غامضة لأحد الشباب على اه المعلومات اللي عندي انه يبلغوا من العمر اه عشرين سنة. عشرين سنة هاد الشاب هادا اللي كيقولوا الاخوان انهم خيرة شباب مدينة وجداء اه كيتحرك في العمل الجمعوي اه ما كيكبيه ما كيشرب ما كيديرتشي حاجة يعني دريز وين مخلاق بزافت على الامور اذا بالعائلة اليوم صباحا كيلقواه يعني اه متوفي ماذا معنا هادا اه بين القوسين كلي كيقول على انه كاين اه اه انتحار والحت ساعة يعني حتى نشوفو احنا يعني الامن الوطني بطبيعة الحال يعني شنو غادي يقولو وشنو غادي تحقيقات عما ستفسيرو عنه وطبيعة الحال اذا اه بزافت على الناس اه اللي لان صراحة انتك كتشوف واحد الشاب في 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 مقتبل العمر عشرين سنة يعني بقى بقى وارضة وزهراء عادية الله كتكتكتكتفتح وكتشوفو قاعدة شي هكا يعني كتطرح التساؤل ما هي اسباب ديال كترة الانتحار هنا بالمغرب لانا كنشوفو بجموعة ديال الحالات ديال الانتحار اللي اه كاينين هنا في هاد الوطن الحبيب بطبيعة الحال من هم حالات ديال الناس اللي امبليين من هم ناس اللي اه ازمة مالية كما شفنا واللي بارح كانت واحد الحالة ديال الانتحار ديال تعطر مالي ديال واحد السيدة في صاحبة مركز للنداء بقى ديال كيقولوا بلي انه اه السيدة عندها ضروف اه مادية اللي خلطها تنتحر وما عرفنا شي يعني بصراحة اني اتشار صعي بزف يعني كما كتشوفو معنا العائلة عنده عشرين سانة لاخوان عشرين سانة مسكين اه غادي نصور مع الاسدقاء ديالو غادي تعرفوهم زيان لان اه الاسدقاء ديالو كان عرفوهم لانا كان كي يتحرك مع الجمعيات يعني ناشط كيتحرك في العمل الخيري كيتحرك في مجموعة الامور يعني صراحة يعني واحد اللي يمربي ولد عائلة ونتأسف يعني اللي ما حدث لان ما غش نقدر نقول لكم احد لكم واش وفاة عادية ولا 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 قتل ولا الانتحار ولا هذي غادي بقى داك الشي بطبيعة الحال الشرطة العلمية هي اللي غادي تقدر ته كما نقولو احنا هي ته 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 تدد اه انوافعت لانا اليوم كانوا جاءوا هنا ايا الاكسميتها البوليس وحنا ما بغناش كبيرات من كما كنقولو احنا يعني الناس راهم في واحد الحالة اللي شوية صعيبة وكانتمنوا انهم يعطونا تصريح وكما كتشوفو معنا يعني الناس راهم كيجي ودابا العائلة والاحباب اللي كيكسبو الخبر يعني اا كيوصلو دابا البيت العائلة نحن امام بيت العائلة ديال الشاب اللي اللي توفى يعني رادي نحنا هي بين قرسين وفات غامض يعني كما كنشوفو معنا اللي را كيكسب الخبر را كيجي لمنزل ديالو داب يعني امام الاعيون ديالكم يعني تنصبات الخيمة بس تندر اا ونشوفو نحاول اللي قد ان شاء الله هنحضروا حتى حتى لل للوافات ان شاء الله حتى للجنازة ان شاء الله ايني ما كتشوفو معنا اخوان يعني دا والسكتور يعني را كزافت على الناس دابا لرم كيجي وكمل طرحتوا معنا الناس را كاد جامع يعني نام اا كيلي معاهم في في الجمعية وما زال ما بتيقينش با را كاي يقولوا لي سوو نابا شمات شوف نابا شمات شو واش هو واشا يعني بزافت على الاخوان دابا لرم كيجيو اتمنى والخير بطبيعة الحال كيما كتشوفو معنا ها نحافظو نزومو شوية اما منزل ديال وشوفو الناس يعني جات باش تعزي انا لله وانا اليه راجعون ان شاء الله غدا نحاولو نحظو الجنزة ان شاء الله ونشوفو حتى الاصدقاء ديالو الاحباب ديالو ان شاء الله يعطونا تصريحات الاحساب هات الشي هذا طابعة الحال اذا تحية طيبة ونحاولو نشوفو مع العائلة ديالو بغا اعطونا تصريحة اشتركوا في القناة